تتصدر القضية الفلسطينية أولويات الدبلوماسية المصرية في كل الأوقات وتحت أي ظروف وتلعب مصر دوراً لا يوزيه دور سواء في النطاق العربي أو حتى الإقليمي والدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية أمس واليوم وغداً هكذا هو دور مصر التاريخي تجاه أشقائها العرب ولفلسطين خصوصاً ومن هنا تأتي القمم المصرية الفلسطينية المتواصلة وفي إطارها الثلاثي بحضور الأردن الشقيق كأحد الأركان الراسخة دعماً ومساندة للقضية الفلسطينية في مواجهة مختلف الظروف والتحديات وتحرص قيادات الدول الثلاث مصر والأردن وفلسطين على توثيق العلاقات الاستراتيجية فيما بينها انتلاقاً من رغبة حقيقية في تكفيف مستوى التنسيق لتوحيد الجهود إذا المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية من هنا تأتي القمم رفيعة المستوى للرئيس السيسي وكل من الملك الأردن ورئيس الفلسطيني كتكسيد للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف لتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة لتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دور مصر ليوازيه دور سواء في النطاق العربي أو حتى الإقليمي والدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وهو الدور الذي لا تنتظر عليه القاهرة شكراً باعتبارها شقيقة العرب الكبرى صاحبة المساعي المقدرة والمواقف التاريخية وما تتميز به دبلوماسيتها من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات وهو الدور يكمله الأردن الشقيق بأبعاده الدينية والروحية بفضل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في الأراضي المحتلة ومدينة القدس ودائماً ما تبحث القمم المصرية الأردنية الفلسطينية بل ورط تصورات الكفيلة بتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات المعتمدة وتأتي اللقاءات الثلاثية ضمن مسعى فلسطيني وإقليمي ودولي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناء تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين كما تأتي لحجد المواقف الدولية والإقليمية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وغير القانونية في القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية باعتبارها ممارسات تقود حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة